موسيقى موجز الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم قال وزير الإعلام والثقافة والسياح معمر الإرياني إن حملات الضغط والتهديد والابتزاز التي تقودها ميليشة الحوث الإرهابية لدفن جريمة قتل الشيخ صادق أبو شعر أحد مشايخ مديرية الشعر في محافظة إب وفضع اعتصام أسرة المغدور والمتضامنين من مشايخ وأبناء المحافظة في ميدان السبعين بالقوة يؤكد تورط عناصرها في هذه الجريمة وأنها مظلة للقتلة والمجرمين وأوضح الإرياني أن ميليشة الحوثي تمارس سياسة الانتقام بحق أبناء محافظة إب التي لم ولن تكن حاضنة لها ولأفكارها المتطرفة المستوردة من إيران ونشد الإيراني مشايخة ووجهة ورجالات محافظة إب التكاتف والتلحم والوقوف موقفا مشرفا في مواجهة الإرهاب الحوثي ووضحت دل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشة بحق أبناء محافظة إب بشكل يومي أعلنت قوات دفاع شبوع عن نجاحها في إسقاط خلية تابعة لميليشة الحوث الإرهابية زرعت في مدينة عتق عاصمة المحافظة وذلك لزعزعة الأمن والاستقرار وأفدت القوات في بيان لها بأنها تمكنت من تحديد مكان تواجد الخلية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ثم نفذت ونفذت عملية مداهمة أسفرت عن اشتباكات مسلحة انتهت بالقبض على جميع أفراد الخلية أضاف البيان أن القوات عثرت بحوزة الموقوفين على أدلة تدينهم بالانتماء لميليشة الحوث الإرهابية بما في ذلك شعارات مناهضة أو مناهضة للتحالف العربي والقوات الشرعية وأكدت قوات دفاع شبوع أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة أصيب شابان بجروح بلغة جراء انفجار مقذوف من مخلفات ميليشة الحوث الإرهابية في محافظة الضالع ووفق لمصادر محلية فأن الشابين محمد جمال عشرين عاما ومحمد علي ثلاثة وعشرين عاما تعرض للإصابة أثناء مرورهما في طريق فرعي بمنطقة مريس شمالي الضالع حيث انفجر مقذوف من مخلفات الحوثيين ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة وتسببت الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشة الحوثي في المناطق التي اجداحتها إضافة إلى القذائف التي تطلق بشكل متكرر تجاه المناطق المأهولة بالسكان تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وضاعفت من المأساة في مختلف المحافظات المتضررة أجبرت ميليشة الحوثي الإرهابية قبائل محافظة إب المطالبة بضبط قتلة الشيخ صادق أبو شعر على رفع اعتصامها في دار سلم في العاصمة المختطفة صنعاء بعد محاصرته بعشرات الأدقم والتهديد بفضله بالقوة وذلك بعد ساعات من فضي اعتصامها في ميدان السبعين بالقوة أيضا وقالت مصادر إعلامية أن ميليشة الحوثي حاصرت اعتصام قبائل إب المطالبة بضبط قتلة الشيخ صادق أبو شعر في منطقة دار سلم بصنع بعادد كبير من الأدقم وهددت باقتحامه بالقوة واختطاف المشاركين فيه وأضافت المصادر أن الميليشة أرسلت لجنة لمقابلة ممثلين عن الاعتصام بعد محاصرته وطالبت لجنة الميليشة المعتصامين برفع الاعتصام بشكل فوري أو اجتياحه بالقوة قبل أن يتم إجبار المعتصامين على رفع الاعتصام أعقدمت ميليشة الحوثي الإنقلابية على تعيين ابن شقيق زعيم الميليشة الإرهابية القيادية الحوثي علي حسين بدر الدين الحوثي في منصب رئيس نائب أو نادي شعب صنعاء وعدت مصادر رياضية هذا الإجراء بمثابة ضربة للقطاع الرياضي في اليمن وعبرت عن خشيتها من تحويل الأندية الرياضية إلى أدوات بيد الميليشة الحوثية وتوظيفها لترويج الأيدلوجيتها وتجنيد الشباب كما أعربت الأوساط الرياضية في صنعاء عن استيائها الشديد من هذا القرار معتبرة إياه استغلالا سافرا للرياضة لأغراض طائفية وأشاروا إلى أن تعيين قياد حوثي متورط في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في منصب رياضي من شأنه أن يعرقل النشاط الرياضي الرسمي للنادي ويمنع أي مشاركات خارجية له في مختلف الألعاب الرياضية انتهى الموجز شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر